بعد عقد من الزمن يبدو أن ما يجري في سوريا بات وكأنه آخر اهتمام العالم الغربي والمجتمع الدولي مجلة فورين بوليس الأمريكية وصفت أزمة سوريا بالمشكلة المستعصية مشيرة إلى أن الغرب كاد ينسى حربها التي لم تضع أوزارها حتى الآن المجلة ومن خلال مقال للكاتب البريطاني جيمس سنيل استشهدت بسياسة بعض الدول الأوروبية التي اعتبرت أن سوريا آمنة وأن لا خطر يهدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها في حال عودتهم إلى مناطق النظام ترك سوريا في حالة لا حل طيلة عقد كامل جعل السلبية محل إجماع المجتمع الدولي حيث ظلت الأزمة في هذا البلد مشكلة مستعصية على الحل بل ومن دون محاولة لحلها يختم الكاتب مقاله بعد الإشارة أيضا لتسابق بعض الدول العربية إلى التطبيع مع النظام تطبيع نقلت مجلة وولستريت جورنال الأمريكية إن الإمارات تقود الجهود العربية لإعادته مع نظام الأسد والهدف فتح فرص تجارية وتقليل النفوذ الإيراني في سوريا بحسب المجلة الحديث عن إعادة العلاقات مع النظام وسلبية المجتمع الدولي لم يكن حكرا على وولستريت جورنال وفورين بوليس فقط صحيفة نيويورك تايمز وفي مقال للكاتب مروان جلاني اعتبرت أن السوريين التعرض للخيانة إذ يقول الكاتب نحن السوريين لم نتفاجأ بهذه الخيانة الهيئة الأممية الدولية إما قد سامحت أو نسيت أسباب الطرد سوريا من مجتمعاتها فهم يطبعون الفضائح التي ارتكبها نظام الأسد ويخاطرون بتشجيع القادة الآخرين على التصرف من دون خوف من اللوم أو العقاب يحدث إذن أن تغلب المصالح الدولية على القيم الإنسانية والأخلاقية ويحدث أن يتسبب ديكتاتور بمقتل وتهجير نصف شعبه ويستمر بالجلوس على كرسيه المدرج بدماء السوريين في وقت تتسابق دول على التطبيع معه وإعادة إنتاجه بدلا من وضعه خلف قطبان المحاكمة اشتركوا في القناة